هاي الرشالي خاصة لاخواننا في غزة الله يكونوا بعونهم على هذا البرد وعلى اللي بصير معهم والاحداث اللي كاعدة تصير في اليبادة الجماعية ويكون بعون اخواننا برضو في فلسطين من الناس المعتقلين الناس اللي منعرفهم والله يفرج همهم يا الله وينصرهم على امة الكفر كاملة اخواني اللي بغزة بس بدي احكي لكم بس نقطة معينة انا في بعض الناس رسلوني على اساس انه في عندهم اكمن طير وشوف كأنه الروح عزيزة مش بس بالبشر حتى في الحيوانات الرأفة في الحيوانات فانا اللي بدي احكي لكم يا اي شي بتوفر حاليا قدموا للطير النصيحة الثانية ده قدملك اياها لحتى انت اتكمل طيورك قدم لهم دايما حمامات باردة في الفترة هاي باردة الشديد لحتى اتنشط الدورة الدموية وصير الطير يتحرك اكثر يوكل اكثر لحتى يتشتغل في الربيع ان شاء الله ما بقدر افرض عليك انا شو بدكت طعميهم لاني انا عارف وضع الجوع موجود في غزة لكن شو ما بتوفر لو تعطيهم مكمية بسيطة بحيث انه الطير يظل بس عايش انا مش عارف شو بدي احكي لك شو تقدم لانه انا عارف شو الوضع هناك وقاعدين منشوف ومنقول الله ينصركم عليهم ان شاء الله والله يفرج الهم ويباد عن كل اذى ان شاء الله باذن الله تعالى شكرا لكم